السلام عليكم مشاهدي قناة نايتشتيب محببا بكم في النوفي الفيديو اليوم سوف نهضر على إصلاح التقاعد في المغرب وشن هو من المستجدد للإصلاح فالمشكل الأساسي لكي يعاني منه نظام التقاعد في المغرب هو العاجز مع نفذ الإحتياطات هنا بعض الإحصائيات فمثلا الصندوق المغربي للتقاعد فأشهد أول عاجز له في 2011 أنا ذاكي لك أنتو كتذكروا كانت حكومة عبدالله بن كيران فقام بإصلاحات اللي هي سطحية في هذا الصندوق منها رفع سنة تقاعد إلى 63 سنة تدريجيا وهذه من بين الحلول اللي سهلة أن الحكومة ديرها ما كتكلف للصندوق ديال الدولة أي شيء فاللي كيتحملها هو المواطنين وبين التوقعات أن هذا الصندوق الصندوق المغربي للتقاعد غيشهد نفذ إحتياطات دياله في 2026 ما غير قش باش يخلص لمتقاعدين مثلا نظام الجماعي لمنح رواتي بالتقاعد غيشهد أول عاجز دياله متوقع في 2028 مع نفذ الإحتياطات ديال الصندوق في 2040 الصندوق المغربي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غيشهد أول عاجز له متوقع في 2029 مع نفذ الإحتياطات ديال الصندوق في 2040 فنظرا لهذه الوضعية اللي كنشوفوه والأزمات اللي جاية في المستقبل فالحكومة حاليا كتفكة أنها تدير إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد في المغرب لكن عندها بعض المعيقات فمن بين معيقات الإصلاح كين توقع لإرتفاع السريع لنسبة الشيخوخة فتوقعات لذات الحكومة لقد بأن أعداد المتقاعدين غير تزد أكثر في المستقبل وهذا من بين معيقات الإصلاح كين عامل تاني هو طول أمد الحياة نظرا لتحسن الوضعية الاجتماعية للمواطنين العامل الثالث لكعيق الإصلاح هو طراجع وطيرة التوظيف فإلى لحظة الدولة مؤخرا سنوات الأخيرة الأعداد ديال الموظفين نقص بشكل ملحوظ العامل الثالث هو طراجع خلق مناصب الشغل الأعداد ديال المناصب الشغل اللي كتتخلق كل سنة هي في طراجع مؤخرا لك هذه العامل كاملة فكتعدي بنا الوحدة النتيجة اللي هي طراجع عدد المساهمين في الصنادق مقابل المستفيدين هنا كيعني بأن عدد اللي كي يساهموا في الصندوق أقل من عدد اللي كي يستفدوا هناك نلاحظوا العكس نرمال ما خاص عدد المساهمين في الصندوق يكون في اتفاع ويكون عدد المستفيدين من المعاش من تقاعد في انخفاض هناك نشاهدوا كنلاحظوا بأنكين كنلاحظوا بأنكين العكس فعدد المساهمين في الصنادق في طراجع وعدد المستفيدين من المعاش من تقاعد لوصلوا لسن تقاعد في ارتفاع فكما قلنا الحكومة قمت بإنشاء لجنة مكلفة بإصلاح التقاعد مكونة من أفرد من الحكومة أفرد من النقابات أفرد من الشركة الإجتماعيين من بينها السينيسيس السي ام ار السي ام ار للقطاع الخاص إلى آخره وهذا اللجنة احطت الجدولة الزمنية دلها فقالت في أكتوبر الفين واثنين وعشرين ستقوم بتحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد فقرقوا بإحصاء الأنظمة التقاعد في المغيب حاليا والوضعية دلها كما شفنا يمنطق يكون عندها العجز يمنطق يكون عندنا فهذا الاحتياطات وعلى أساسها يبازوا باش يشوفوا التصور دل الإصلاح إذن بعد تحيين التشخيص دل الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ما بين شهر نوانبيع وشهر دوجانبيع ألفين واثنين وعشرين غد تم عرض ومناقشة مخرجات الدراسة وبين يناير ومارس ألفين وثلاثة وعشرين غايت تم عرض التوجهات لإستراتيجية ووضع تصور وخارطة طريق الإصلاح يعني هنا بين يناير ومارس غايت تم عرض خارطة طريق الإصلاح واشنو لغي يسيبليو في هاد الإصلاح واش غيمشوا المواطنين يزيدوا ليه في السن تقاعد واش غيمشوا المواطنين في مبلغ الاشتراكات ولا غيمشوا عند صاحب المقاولة وغي يزيدوا ليه في عدد في نسبة الاشتراكات غنشوفوا الخلاصة الخلاصة في شهر يناير بين يناير ومارس في أبريل 2013 اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق إذن في أبريل 2013 غايت تم المصادقة على سيناريو دي الإصلاح وعلى خارطة الطريق وابتداء من ماي 2013 غايتم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق إذن هناك تصادف الشرماء مع العيد عيد الشغل اللي هو يوم كيحتفلوا به النقابات في المغرب إذن هذه هي الجدول الزمنية اللي قد خدم عليها اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد في المغرب وغايتم الخلاصات ديلها كيفاش غايتم إصلاح ديل التقاعد بين شهر أبريل وماي 2013 بطبيعة الحل بالنسبة الحلول المقترحة من طرف الحكومة حاليا ولتم مناقشتها في الحصص الأولى دي الاجتماع لجمع أفراد اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد كينا زيادة نسبة الاشتراكات في صنادق التقاعد بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة طبع النقاط الاشتراكات كما رأيتم هذا الحل يمس المواطن مباشرة سنة لذا تكون نسبة الاشتراكات في صنادق التقاعد يعني النسبة لكي يشترك الأجير أو الموظف أو صاحب المقاولة في صندوق التقاعد ستزاد ببعاء النقاط إذا كان يخلص 7% أو 11% رفع من سن التقاعد ل65 سنة حاليا في القطاع الخاص كينا 60 سنة في القطاع العام كينا 63 سنة لكن الحل المقترح هنا هو رفع من سن التقاعد ل65 سنة لكن تدريجيا بمعدل 6 أشهر يعني كل 6 أشهر يزيد سنة أو لا 6 أشهر في التقاعد لحل الثالث المقترح فتح باب الإنخيارات في منظومة التقاعد في وجه عدد كبير من العاملين غير الأجراء وكان باش يوسعوا القاعدة دي المشتركين في الصندوق يغيشتركوا يعني يغيخلصوا الاشتراكات في الصندوق دي التقاعد غيمشوا إي سيبليو قاع الفئات الأخرى اللي ما كان شكا تساهم في التقاعد وهما الأجراء هما العاملين غير الأجراء بحل المقاولين المقاولين الداتيين وفي حال لكي يخدم نراثه العامل غير أجر بحال الفراشة بحال المقاولين المقاولين يكون عندهم نظام أساسي موحد يعني يكون سن تقاعد مثلا كلها 65 سنة أو لا كلها 63 سنة أو لا 60 سنة الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية فلا لا يخصون شيئا وكوعة ثانية يدروا الضغط على صاحب المقاولة سنو يقدر يهرب لمستثمرين وهنا كان نطيعه في مشكلة آخر اللي هو اقتصادي هدف آخر هو الحد من تأتي الإصلاح على ميزانية الدولة إذن كيف أشغل هذه اللجنة باش أنها تحافظ على تنافسية المقاولة الوطنية يعني ما تديش الضغط على صاحب المقاولة آآ دي نظام أساسي موحد وممطن يكون تأتيه دي الإصلاح على ميزانية الدولة خفيف فالإصلاح ما تتحملوش الدولة بوحدها مية في المية فغالبا غايحاولوا أن الإصلاح يكون من الجانبين يعني الجانب دي الدولة ومن جانب دي المواطن